وضعت جمعية الشارقة الخيرية حجر الأساس لأربعة مشاريع خيرية وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وافد الجمعية إلى جمهورية طاجكستان نهاية شهر يونيو الماضي إلى التفاصيل أياد الشارقة تمتد بالخير للعالم بأسره تمسح دمعة وتفتح نافذة ضوء وتنظر البسمات على وجه المحرومين أينما وصلت في هذه المرة نحن في جمهورية طاجكستان حيث أجرت جمعية الشارقة الخيرية الذراع الخيري للإمارة زيارة ميدانية للوقوف على المشاريع والتأكد من مدى انتظام الشركات المنفذة في إجراء الصيانة الدورية لها بشكل متواصل بما يعمل على استدامة هذه المشاريع في توفير الحياة الكريمة لسكان المناطق والقرى المستفيدة منها والتعرف على حجم ونسبة الإنجاز في المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ المشاريع الجديدة التي أطلقتها الجمعية تعددت ما بين وضع حجر الأساس لثلاث مدارس تعليمية وهم مدرسة المحسنون المقرر بناؤها بقرية نيو أباد بمحافظة خطلان ومدرسة الريح المرسلة المقرر إنشاؤها من حساب متبرع برنامج الريح المرسلة الذي يبث خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع هيئة الشريقة للإذاعة والتلفزيون فضلا عن وضع حجر الأساس لمدرسة إقراء المزمع إنشاؤها بقرية تنبجي كما تضمنت زيارة وضع حجر أساسي مستوصف الصحابة الطبي والذي سيوفر رعاية الصحية لسكان قرية جولزير والمناطق المجاورة وفد خيرية الشارقة طمأن أيضا على سير العمل وكفاءة الآبر الموجودة في عدة قرى ومناطق متفرقة من أنحاء البلاد كما تضمنت زيارة تفقد مشروع بيوت الفقراء الذي نفذته الجمعية في وقت سابق في مدينة دانجرا بمحافظة خطلان ما يعكس حرص الجمعية على متابعة مشاريعها والتأكد من جدواها والتعرف على احتياجات سكان تلك المناطق ونوعية المشاريع والخدمات التي تفتقر لها فأينما وجدت الإمارة الباسمة حل الخير وحلت السعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة